اشتركوا في القناة المواقف الفارغة التي تحيط بسيارتهم بسهولة وبدون اي مجهود في البحث الذاتي وتعمل هذه التقنية الحديثة على ايجاد الاماكن الفارغة التي تتسع لرقن سيارة مرسيدس من خلال الاعتماد على تقنية الاشعة الصوتية وذلك عندما تسير السيارة بسرعة تقل عن خمسة وخمسين كيلو متر في الساعة كما تعمل هذه التقنية على رسم خريطة توضح جميع الاماكن المتاحة لرقن السيارة في المواقع المحيطة ووفقا للمعلومات غير الرسمية المتوفرة لفريقنا في عرب جي تي ستتوفر هذه التقنية للاستخدام بداية العام القادم ان شاء الله حيث سيتم توفيرها بالبداية في سيارة سيدان متوسطة الحجم مرسيدس اي كلاس واشار التقرير ايضا الى ان مرسيدس ستطور تقنيات جديدة اخرى تتعلق بعملية رقن السيارات بشكل ذاتي وقد شاهدنا بعضها بالفعل في سيارة اي كلاس الجديدة التي جربها زميلنا صهايب شاشعة لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي اشتركوا في القناة